أنا أولا أغير سمعت البطحة البطحة سمعت به بسك الصحابي رمي خدموا فيها كنت لقى بيهم يقولوا لي دي جالي كيب تيكينيك اللي تخدمت مما شخول أبي بري خدمت معا عدنا خدمة كيف كيف موشترك مع الأبوات بروديكشون هذيك اللي الحيي هاب المونات سابة اللي خدمت البطحة أنا خدم معاهم ديجا وشفت أكل كوها قد إن شاء الله رب يعاونهم صحابينا قال يخدموا رب يوفقهم إن شاء الله أنا تلاقيت مع عبد قادر جريو وتلاقيت مع محمد خساني هواريبو عبد الله مع لي كيب لرغم يخدموا على أخو البنات خوشيرات نتمنى لهم إن شاء الله توفيق أخوتي وخوتاتي كان عامل تاني وحد أخر والله مع لبالي العنوان تاعه ولكن راح من إنتاج قناة شوروك لي فيه مورد وديعة آنست الناحة خلاسة أمس منها خلاسة هم في مدرسة بش ما نحرقوش رب والله جسوما أنا ما بغيتش نهضر ما نعرش العنوان تاهمي هم يحكي طفالة هادي هي إن شاء الله تمنى لهم توفيق نيفين شو هو العمل بتحمس إليك شوفيه في رمضان؟ صراحة يعني بش ما نكذب شو لا بش ما نقوش باللي كي ما يقولون الناس فونا طياب بش ما نقوش باللي تتشكر غير في قناتها يعني أنا نقول الحقيقة أنه أنا دائما نشوف كل أعمال قناة شوروك يعني ما عندي شما بالوقت باش نشرح شو هو العمل أكتر واحد من حمس تيلو من أعمال شوروك؟ كوميديا ولا دراما، إذا في الكوميديا واحد كوميديا واحد دراما كوميديا متحمس نشوف البطحة لأنه على بلد البطحة تكون فيها حكاية بالنبي العسلين وانا انا متحمس لبطحة بوجود كل الفنانين بس كمان بوجود نبي العسلي اكزاكتما اذا في الدراما صراحة بعد كل ما نرى في موقع التواصل الاجتماع انا متحمسة الاختيار الأول لا نكدبش صراحة تحية لكل يراهم في الاختيار الأول وحتى الى احداش وحداش اللي نحبهم وزملائنا ونتمنى لهم كامل توفيق كما راهم لكن انا متحمسة لأن نرى زوج حكاية لأنهم يعني باش نقول لكم برك بدلي الاختيار الأول وحداش وحداش مانقضوش نقارنوهم لأنه كل واحد راي عنده حكاية اللي راي بعيدة عن الآخر تماما حداش حداش عنده حكاية اللي يعني متشوقها تاني باش نعرفها باش نشوفها وتعافوها تماما ومفاصلنا بعد البدل الترويجي انا بزاف تحمس لحتى عرف حداش وحداش شو القصة الفنانين الكبار يعني والاسماء اللي موجودة بالعمل كمان بتحمسك اللي كنت تشوفيها لهذا العمل اكزاكتما يعني في الدراما انا متحمسة باش نشوف حداش حداش والاختيار الأول اللي اندونا هم كما قولوا دومان زيفيرون يعني عالمين بعيدا بعدهم أنا رخزيد معاهم وعندي سمح لي كالتاني في الدراما لأني متحمسة تاني للضمى لأنه بعد ما شفتنا للبرومو تاعه والاخر جد ضمى رايبان تاني عالم وحدو اخر تاني عمل وحدو اخر بزاف بزاف شباب انا متحمس جدا كمان اللي عمل اذا بنطلع برر جزائر دوار شمالي اللي فيها امل بشوشة عمل جدا مختلف والدور اللي اخده امل بشوشة مختلف جدا عن اي مرة شفناها فيه دائما ما نشوفها بالفتاة الجميلة بسهل مرة اخدي دور مختلف بالشكل كريم عندك الوقت باش تبدل متزاير لو انا بتزاير انا ما نشن لحقه باش نشوفتاك باعت بزاير سهرة طويلة بنستنى لوقت السحور نحن نقوله بالتوفيق الكامل رامي خدموا رامي التعبو باش ينجحوا اعمالهم وباش نشوفوها ان شاء الله ونقولكم بالتوفيق ليكم كامل عمي فات الكريم كنا شفنا ماتي فاشن شو اللي خلنا نقوله الطبعة الاولى تعولي اول مرة نشوفوه كنا شفنا بشرة عقبي اللي دفيلات مع بناتها شهدوا تالين واللي كانوا بزاف شابين خلنا نقوله صارح العبارة كان دفيلة بزاف شباب وحاجة اللي جامي شفناها ونشوفوا دفيلة تعقوم مع بناتها وتكون معها واللبسة مع بعضها ماتوا دونك بعد نجاح الطبعة الاولى راح تكون طبعة تانية ان شاء الله في الايام المقبيلة راح تكون فيها تاني بشرة عقبي الحاضرة فيها درنا اتصال مع مؤسس شركة توليب ايفنت عبدو كتاب باش يحكينا اكثر عن هاد الطبعة السلام عليكم برنامج لايف المشاهير ولكل محبين قناة الشروق تيفي اليوم جي تنكلمكم اكثر على ماماتي فاشن شو اللي هو عرض ازياء مخصص للام وولادها واللي راح تكون سفيرة هاد الحدث الفنانة الجميلة بو شرع عقبي سبق وكننا درنا العام اللي فات حفل اطلاق مشاريع المقررة للشركة توليب ايفنت الخاصة ب23-2024 اللي في المستقبل ان شاء الله راح تكون اسبوع الموضة في الجزائر هذا العام راح تكون اول طبعة اللي هي ماماتي فاشن شو اللي هو كما اذكرنا قلنا انه عرض ازياء مخصص للام وابلادها واماتي فاشن شو هو هدية لكل مرأة هدية لكل ام وخاصة للصناعة الجزائرية في مجال تسميم الازياء في مجال الصناعة الجزائرية راح تكون تظاهر مميزة بحضور مختلف نجوم الوسط الفني من اعلاميين مؤثرين فنانين والمقرر انه راح يكون يوم 21 مارس بفندق الشراطون ان شاء الله هنكونوا عند حسن ظن المشاهد الجزائري والعائلة الجزائرية لانه الشو تعنا موجه للعائلة الجزائرية وان شاء الله هنقدرون نرتقي بالتظاهرات الجزائرية ونقدرون نخدموا تظاهرات جديدة وتكون في مستوى العائلة الجزائرية ان شاء الله ونوصلوا لباس التعنا العالمية لما لا اذا كان في مجال لباس تقليدي ولا في مجال لباس العصري ولا مرحبا بكم كامل لـ 22 مارس ان شاء الله في فندق الشراطون شكرا ومكملين مع تصريحات حلقتنا اليوم نروحوا الى تصريح من الفنان محمد بوسماحة اللي تلاقيته زميلتنا هذا اكيد بحفل 8 مارس اللي هو كان الحفل المخصص لليوم العالمي للمرأة وسقصاته عن القرار الوزارة الثقافة بوقف الاغاني المبتذلة وايضا سقصاته شو هو نوع الموسيقى اللي بيسمعوا ومين من الفنانين هو بفضل يسمع خلونا نروح شوف شو جوابها لزميلة نهارة محمد بوسماحة سر نجاح ما نطيقش تسر لك تحوسيني نطيق سر امبوزيب ما نطيقش تسكر هاداك علي زمون السر الله يعطيك الخير أختي بارك الله وفيك ما كانش تسر مكانش تسر أغاني لقات استحسان الجمعور عجبت شريحة شابه بوكو بوليس ومشيغي شابه فنقد نقول لك صغار كبار عائلات فولا نعمة من عند الاسمحة الأغاني تعم محمد بوسماحة دايما كين واحد كي يغني أغنية يحسها تعبر على حياته وشنو هي أكتر أغنية تحس تقول هادي بوسماحة بان صهر الليالية لكل حال دي ركتو موش مكتروش حضرها بزاف صهر اللياليسي محمد بوسماحة مان زهواني عباسي والا عباسي ودفاميليا محمد بوسماحة تفكروا شوية نرجعوا لألحان وشباب للمدرسة والحانين عندك شيء الحانين لله سيب ينسو هذيك هذيك المغامرة تعالي الكبيرة واللولا ليدرتافي حياتي صدر مخيل الألحان وشباب وين تعلمت كاسكساف دير لاحسان والجمهور وصدروا التعامل مع الجمهور المباشر ما يخفى لكش بليكون نفوت دي برايم ان ديراكت وهذا ما يخفى لكش صدر لكها إعلامية وركي تخدمي في هذا المجال أمر صعيب كبير بزاف ووعر ووعر بزاف كفنان وتكون مبتدئ واللي تكون طالب في مدرسة أنك تواجه جمهور وتواجه الكاميرا صدر جمهور كبير وعرض مشي مشي حاجة سهلا مي الحمد لها اكسبرينس اللي ما ندمتش وما ندمش عليها المدرسة يلتحق وكل توفيق إن شاء الله الخوتنا وحبابنا أنا محمد بوسمحان ما شوفش روحي جوري أنا خسنيش كل يزيد يعلمني ويزيدني كوفري بسك الموسيقى هدي ما متكون في معهد ودرت ربع سنين فورماسيون وستقريت شوية وستخدمت منها وتعاملت مع بزاف ملحنين وموسيقيين كبارة في الجزائر من بينهم فريضة وامار أمين دهان قوي دربوزيان صافي بوت الله إنسان تشوف مدم مدم عندكش الإكسبرينس الكبيرة مدقش تكون جوري على الناس ساحا نعرفو دايما نبلي الفنان من صغره عنده فنان يكون يشوفوه تكون فان تاعه من صغرك شكون هو عند محمد شوفي أنا أطنك طالنتيو عندي بزاف فنانين نبغيهم مثل في الجزائر عندي خالد عندي حسنية عندي بيلال عندي قائمة طويلة عندي أنور مثلا وزيد 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 بلا كين فنانين نمشي معروفين نقع في ساحة الفنية ما نبغيهم وفي الوطن العربي أول فنان قد نقول لك أنا نبغيه بزاف ونت أطر بيه بزاف شي سيبيان نجو جواسوف ونجو الفناني اللي قدم على جواسوف عدنا صابح فخري ووادي عصافي فناني أنا قد نقول لك بالك بالك تربيت شوية بحكم أني والد العباس والد الراي ولكن كان كان الدوق تاعي راح شوية طرابي ميل شوية الأغاني الكلاسيكية ساحة في الساحة جديدة في الجنراسيون هذي جديدة تعالراي شكون يعجبك تشوفوها كده بسمعها محمد يعجبني موت عليها أكي غني سيرتوا هذي قوني تظهر لي لي بقوا نتمنى توفق لكل أحبابي وأخوتي اللي نبغي عميك صاحباش الإنسان يوصل للجمهور خاصة يخدم خاصة يتعاد خاصة يفتش على واشي بغي الجمهور وعلى أقل بوحد الحاجة اللي مليحة من خلالك نشكر سيدا مع الوزارة التقافة على المبادرة اللي هيدير فيها من خلال المنشور والقرار اللي تاخدتها وزارة التقافة منع الأغاني المبتدة لصدير في كل تقارات تقافية على مستوى الوطن الحمد لله ما مرحبا كريم لو كان جوزك أنا على فقرة صنفيلتر ونسقسيك سؤال لو كان نشوفوك في كاش عامل درامي ولا شوفوك تمثل ولا شوفوك تغني هل تكون تبع غير روحك وتسمع غير روحك ولا تبع الناس بعد أخرين يعني هل تحب تشوف غير روحك يعني لو كان تكون تمثلت تحب تشوف غير مسلسلتاعك والأغاني تاعك أنا لا أحب تبع روحك هديه لأن أحيانا أحاول أرى الإميسيون لما أرى للدار لكن لا أحب أرى حارة لأن أحيانا أقول أنه لا كان لازم تحكي بغير طريقة هون عرفت شو الانتقاد بصير كثير آسي بينك وبين حارك فعلا هذا ما نحب نشوفها روحك لا نشوف أعمال ثانية أكيد يعني هدي بين قوسين باك وشحانا نمد هذا التعليق بسمحة قال لها لعيسان نزامتنا أنه يسمع محمد بسمحة ويسمع غير روحون نحب نقول لكم أنه لم يسمع غير بسمحة ليسمع روحون حتى حسن شاكوش يعني مغني المهرجانات في مصر مغني مصري أكزاكتو كان حفل زفافه قبل أيام وفي عرسه كانوا غير أغاني تاعه ما غير كوت جاب فنانين جاب تعمل حسني جاب بزدف فنانين كانوا حاضرين كالشخص عنده الحق طبعا كانوا حاضرين في عرسه وغناه يعني كل واحد قدم منه أغنية غناله لكن قدروا نقولوا أنه حسن شاكوش العرسه كامل كان بالأغاني تاعه وحتى المغنيين كانوا مغنيين يحضروا غناله والأغاني تاعه دونك هذي نشوفها حاجة طبيعية وحد يحب أغنى ويحب روحون وصلنا بصونفيلتر هالأنا ودو كانوا حول فقط صونفيلتر اللي كانت فيها ضيفة مالاك جريو اللي زمينا عصام دهما اللي صقصاها على بنابلية انستاغرام وكان بزدف ناس تحب تعرف شحال أعلى أجر ولا شحال تتقادم اللي بيبليسيتي ولا شدير هي في المختوات احد دونك يا درى شحال تقولوا تتقادم عشرين ثلاثين أربعين مياه يا درى ما حنت عفو عليها في صنفيلتر قلت أنا في شهر ندخل ستين مليون أه دخلي ستين مليون أسمح لي أسمح لي وحدا كومنتات لي قتلي تباهلي لديالك حبسيه وكذا وكذا أنا هذيك شخصية برك مصطنعة يعني استعملتها برك في الكوميدي مش شخصيتي أنا تصح وشخصيتي هذيك اللي في الانستاغرام سيفغي على نكدب حليز انستاغرام إذا نجيبوا دراهم نخدموا لي بيبليسيتي فهمتني؟ أنا هذيك شخصية اللي كتادر ليها بهلولة لحقتني الآن مليون فهمتني؟ صح وما نكدبش لماذا؟ دخلي دراهم الانستاغرام؟ دخلي دراهم الانستاغرام عليا الكتب ودخلي ستين مليون؟ تقريب دفع أقل دفع أكثر صح كيف ترفضي فلاجرية معك دراهم؟ كما اليوم ليس حكي رفدهم معك دراهم دكار في الحق والله غير مليون نحوّلهم أورو نخبيهم عيصام دهمد أنا نقول له عيصام ونقول له ما صارت الفنانين ما كاش ليتلاقى بهم ما يعصروش يعني مرة يفاد كنزم وسوس وتلاقى بها ساككوش فيه هاد المرة ما لك جلوا يعني ما صارت الفنانين يتلاقى بها عيصام بغابوا عيصام استعرض بك كلهم يحبوه ومعندوا أي مشكلة طبعا يعني بزافتاني ناس يقول لك يعني كيفاش تقصيهم أسئلة هادي ولازم يزعفو له بالعكس بالعكس يحبوه ويفرحوه لأنه حاجة اللي جام يشوفوها الفيريتي وسبونتاني نروحوا إلى آخر تصريحات حلقتنا لليوم مع الفنان الكبير أكيد محمد بوليفان اللي اتلقاه زمين لعيصام دهمة وسقصاه عن عن رأيه بالتعامل مع الجيل الجديد وهل كان متوقع هذا النجاح الكبير اللي داروا ديو مع مع محملان وأكيد يا الخاينة ونحن نشوفوه شجاوب ماهي فرنانين يخافوا يعني يتعاملوا مع الجيل الجديد والفرنانين الجداد انتوش تحب تدعمهم وتحب تكون عندك ديوهات معهم بياسير نونونونونون نباس و هاد الجيل هداي أنا أنا قبل ما نتفهم مع محمد على الديو لقدم أنا قلت أنا أنتبوحهم ديجانا نحب ميلانو نحب جالي نحب فوزي نحب طورينو نحب فوفان نحب ديدين كلاش نحب ونحب الأخرين هذو بابيلون فريكلاين الداي أغنية الخينة كنت تتنذير هذا النجاح؟ كنا حاسين لها بلي شباب باسكي لهواتي حشباب ويحلوة وكيفاش أديتها أنا وكيفاش أداها محمد كنا حاسين بلي تتنجاح من هذا النجاح هذا لا لا ما كناش حاسين من الحمد لله الحمد لله هنا نشوف يعني بزاف في نيام يدولها ديكوفر عبر مواقع تواصل الاجتماعي يعني على اليوتيوب نشوف بزاف ديكوفر لأغنية الخينة أنت وش تحبي يعني يدوك ديكوفر لك أنهم يعودوا أغانيك؟ أنا مش مشي كونتري عودوا الأغانية تعيين أنا أنا من بكلي عودوا الأغانية تعيين مام المرحوم الله يرحمه حسني وعود لي جي جاميتي كونتر يعني سي توجور مبليزيرو وش عرف لينا لي يعودوا للغنية ولا أنا نعود لغنية أواحد أخرين مشاهدنا الكرام الحقنا إلى نهاية عددنا هذيوم خلاصوا أخبارنا خلاصوا جديدنا نتلقى أغدو إن شاء الله في عدد جديد لكن خليكم مع أغنية شباسي هام تمني تتموت هي أغنية اللي عرفناها مقبل وسمعناها ولي كانت أداتها مع في برنامج وينوت مع نومي ديالزو اللي ناس حبتها بزاف لكن عرفت فيها توش جديدة عرفت فيها ميكساج جديد كيما كنت رفوا الكليب تاني كان سامبل يعني يعبر عن الأغنية يعبر عن الكلمات وكانت بتعاون مع دي جي عادة نقولكم بسلامات هلا فرحكم على اشتركوا في القناة